هو بقى في حالة من التضامن الغير عادية الحقيقة نفس الوقت إحنا وإحنا بنشوف المؤثرين المصريين اللي موجودين والعرب اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وهم حولتهم الحقيقة التصدي بشكل كامل لكل اللي ممكن يحصل من المنصات التواصل الاجتماعي والمسؤولة عن تزييف الحقائق وتزييف حالة الحجد اللي بتحصل جوه المجتمع بشكل كبير أول مكان التعبيرات سيد رئيس الجمهورية في المؤتمد القص الأخير مع المستشار الألماني وتأكيده على أنه مصر لن تسمح بتصفية قضية الاصطينية العسكرية حالة التجيش اللي حصلت جوه منصات التواصل الاجتماعي وعلى الأرض عنيفة جدا حالة أنا طول الوقت بندركز قوي أن أنا أرى الأرى اللي ممكن تبقى خارج السياق لكن الحقيقة هو في حالة إجماع تام من كل أطياف المجتمع داخليا وخارجيا على دعم حقيقي وقوي ومستمر لهذا التوجه ولهذه التوجيهات الحقيقة وكان فيه ثقة شديدة جدا في حالة دعوة الشعب المصر أنه ينزل للأرض وأنا متخيل أنه ده بيحصل على الأرض بشكل عنيف جدا أنه إحنا بفضين أنه إحنا نصفي القضايا الفلسطينية وأنه إحنا نبقى المكان اللي بيصدر لنا بيه مشاكل الاحتلال الحقيقية اللي هو عايز طول الوقت أنه يصف القضية عسكرية وأنه يعمل حملية تهجير قصري للمدنيين يمكن أن حالة الزخم دي كمان انعكس تعالى شغلكو جوه المجتمع الأهلي انعكس على الشغل الجوه يمكن دي أكبر تحدي لكم خارجي خارج حدود مصر بالضبط من أول حقيقة كريمة مشتغلت من أول مساتر العمل الأهلي مساتر المجتمع الأهلي مشتغلت دي دي التحدي الحقيقي لكم خارج بالضبط أنه أنا محتاج أن أخلي أشقاءنا في فلسطين قادرين أنه هم يتجاوزوا هذه المحنة على أرضهم بدون أي وسيلة للتهجير قصري وهنا طول الوقت فيه سؤال مهم جدا وممكن يباني أنه هو خارج السياق جوه أنه هو الناس بتربط ما بين أنه هالمشروع حياة كريمة المشروع الداخلي امتدت أيدي أنها تخرج للخارج أنا عايز بها استوضح للناس نقطة مهمة جدا أنه إحنا فيه مؤسسة تابعة لمؤسسات المجتمع المدني اسمها مؤسسة حياة كريمة وهي تمتلك خصوصية قليلة عن بقية مؤسسات المجتمع المدني أنها مرتبطة بالمشروع القومي حياة كريمة هذه المؤسسة بتلعب أروار محورية الدورها الأساسي في أنها تنصب جهود المجتمع المدني مع التحالف الوطني لجماعات الأهلية في هذا الإطار داخليا وفي جهود الإغاثة للقضايا الخارجية كما في حالتنا مع أشقاءنا في فلسطين وعندنا أجزاء مهمة جدا أنها تشكل السند لكل جموع الوطن العربي المصري تحديدا في كل القرى اللي طالها التطوير من مشروع حياة كريمة إنها تفضل السند المستمرة ليهم وتعبئة الجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية في الكطاع الخاص نوجهها في أماكنها السليمة وبالتالي هنا كان نقطة مهمة قوي وده بتدينا اللي إيه في حجم التبرعات اللي جات للمؤسسة بشكل كبير قوي تدى المجتمع يستوعب الدور الجديد اللي بتقوم بيه مؤسسة حياة كريمة على الأرض بشكل كبير فإحنا الحقيقة أصاد حال التضافر كبيرة جدا أنا بادعو كل جموع الشعب بإن هما يوصلوا عملية الدعم سواء كان من خلال التبرع بالدم أو كمان التبرع المالي والعيني اللي صالح إحنا بجهز دوقتي القفلة التانية وعندنا أمل كبير جدا إن على ما ننتهي من تجهيز القفلة التانية اللي هيبقى فيها جزء كبير جدا من الأدوية والمساعدات الطبية لأن إحنا عمد لكي حكم النقص 300 ألف علب الدور وجاي كمان إحنا بنتكلم فيه الشاحنات اللي موجودة دلوقتي فيها 300 ألف علب الدور أنا عايزة أقول لكي قفلة التانية حتى الآن جاهز فيها أكتر من 3 شاحنات مساعدات الطبية يعني إحنا مدركين جدا إنه حجم النقص في المساعدات الطبية على الأرض عند أشقاءنا في فلسطين كبير جدا وهم محتاجين لده تحديد حتى طبيعة المساعدات الغذائية اللي تم التعامل على توفرها هي مساعدات مش محتاجة تجهيز هي مساعدات جهزة الناس تتعامل بيها بشكل توقع متوقعين أني أنا عندي لوقت 97 شاحنة ألف طن متوقعين إن الشعر اللي جاي فيه كم 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 أنا موظن إن إحنا حنتخطى كمان حجم القفلة الأولى إحنا بس متخيلين إنه ندخل بس ندخل بس الألف طن دول أو كمان إنه حتخلي بلا حضرية كمان إنه على نفس المعبر كمان موجودة بقى المساعدات اللي جت من دول عدة الدول المختلفة وكمان المنظمات الدولية يعني اللي جت من الأمم المتحدة ومن موظف الصحة العالمية فعلا يعني مثل إحنا بنقول مصر ألفين ألفين طن وموجودين دلوقتي قدام المعبر موجودين قدام المعبر يعني إنت بتتخيل إن إنت ممكن كحياة كريمة لوحدك أو كباسات بجتمع مدر بنتكلم في عشرة تلاف قطعة ملابس بشاركة بيها مؤسسة حيامة بشكل كبير على ولسه كمان تجهيز زي ما بقول لها داك القفلة الجديدة متوقع القفلة التانية ملامحة تبقى إيه؟ أنا أظن إن القفلة التانية إحنا بيداكس بشكل كبير جدا إنها تكون أدوية أكتر أدوية ومستفزمات طبية بشكل كبير جدا تلينا نلبس كمان نلمس الاحتياجات اللي على الأرض الملابس البيوت اللي تهدمت والناس اللي خرجت بشكل عاجل أكيد ما كانتش معاها ملابس تتعامل كمان مع ظروف الجوية اللي حتبقى شديدة يعني التأثير هيبقى فيه بلد قارس خلال الفترة القادمة الناس دي محتاجة إنها تكون موجودة في مكان آمن البطاطين الخيم كمان اللي على الأرض عشان نقدر نوفر للناس دي أماكن تأويها خلال فترة لحد ما يحصل جهود الإعمار وإزالة الدمار اللي بقى موجود على الأرض بس الحقيقة إنه كل اللي بنشوفه ده على الأرض هو خلينا نقف لحظات طويلة جدا هو مفيش أي حاجة ليها علاقة بأي قدر أدنى من الإنسانية لا تهجير بالضبط لا العقاب الجماعي ولا التهجير القصري ولا إنك توقف المساعدات الإنسانية ولا أضرب المستشفيات ولا أضرب المدارس ولا أضرب أفران العيش ولا أضرب سوبر ماركت إن أنا أطلع كمان أحاول أزيف الواقع وابتدي أعمل مؤتمرات صحصية عشان أقول أتنصف من هذه الجريمة لا وزيف الواقع صد رئيس أكبر دولة ورئيس أكبر دولة هو اللي بيزيف الواقع كمان يعني فهي الحقيقة أنت قدام مأساء تزوير تزوير تاريخ تشويح حقائق الحقيقة كمان أنه الحكومات أنا أظن أن الحكومات الغربية هي قدام مأزق شديد الخطورة قدام مستقية يعني رئيس المجلس الأوروبي كان بيتكلم أنك أنا إحنا إحنا لازم نبص للأمر بعين واحدة زي بقى بنبص للإسرائيل نبص للفلسطين اللي بيحرص من ده اللي بيحرص من ده كل دولة على حدة بس اللي بيحرص في فلسطين بقى شيء مرعب يعني أنا الحقيقة متمسك جداً بيه بالتلات عبارات اللي هي علاقة بالمساعدات وإنه هي تبقى مساعدات فورية ومستدامة وغير مشروطة وأكد على كده حتى كمان الأمين العام للأمر المتحدة النهاردة بالتلات عبارات ودول مهمين جداً وتوجات سيد رئيس الجمهورية الحقيقة من أول يوم من بداية الأحداث كانت بترطب على أنه ضروري الدخول للمساعدات بشكل فوري ومستدام وغير مشروط ما فيش شروط على المساعدات الإنسانية ما ينفعش نبقى نحط الأمور بهذا الأمر